يصادف في الخامس من يوليو ذكرى مذبحة بحق الإيغور حين سجلت السلطة الصينية في عام 2009 فصلا من فصول الوحشية ضد الإيغور وسكان تركستان الشرقية تعود تفاصيل المذبحة إلى يوم السادس والعشرين من يونيو حين اندلعت حادثة عنيفة بين العمال الإيغور والعمال الهان في مصنع في مدينة شاوجون على إثر نشر عامل صيني شائعات الأمر تطورة وأحدث غضباً إيغورياً ودعا عدد من الطلاب إلى مظاهرات رافعين العلام الصيني لكن السلطات الصينية قامت بزرع عملاء لهم حولوا مسار هذه المظاهرة وكان سبباً كافياً للسلطات الصينية لاتهام الإيغور بأعمال تخريبية وأعمال إرهابية تعكس الصين التي نجحت بتوجيه الرأي العام في العالم بسلطتها السياسية ونفوذها الاقتصادي ما يحدث في تركستان الشرقية على أنه من شؤون الصين الداخلية لكن من هم الإيغور؟ الإيغور مسلمون وتعود أصولهم إلى الشعوب التركية التركستان ويعدون أنفسهم أقرب بعرقياً وثقافياً لأمم آسيا الوسطى ويشكل الإيغور نحو 45% من سكان شينجيانج في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40% وظل اقتصاد المنطقة لقرون قائمة على الزراعة والتجارة إذ كانت بعض المدن مثل كشغار مراكز رئيسية على طريق الحرير الشهير وفي أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور لفترة وجيزة الاستقلال ولكن المنطقة خضعت بالكامل لسيطرة الصين الشيوعية عام 1949 ومنذ ذلك الحين انتقل عدد كبير من عرقية الهان الصينية إلى الإقليم فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتهم وتتمتع شيجيانج بالحكم الذاتي داخل الصين مثل إقليم التبت في جنوب البلاد ويتهم الإيغور السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم بينما تقول الصين إن الإيغور يشنون حملات عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب عصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة وترصد الحكومة الصينية استثمارات ضخمة في إقليم شينجانجا في مشاريع الصناعة والطاقة بينما يشكو الإيغور من أن عرقية الهان يأخذون أضائفهم كما أن السلطات تصادر مزارعهم من أجل مشروعات التنمية وتنص الإجراءات الصينية التي تحولت في مطلع أبريل نسام من عام 2017 إلى قوانين على أن الموظفين في الأماكن العامة من بينها المحطات والمطارات سيكون لازما عليهم منع النساء اللائي يغطين أجسامهن كاملة بما في ذلك وجوههن من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهن كما أن هذه القوانين تحضر أيضا رفض إرسال الأطفال إلى المدارسة الحكومية وعدم الامتثال السياساتي تنظيم الأسرة الإطلاف المتعمد للوطائق الحكومية الزواج من خلال الإجراءات الدينية فقط وفي ستمبر أيلول الماضي أفاد التقارير بأن السلطات الصينية أمرت أقلية الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية وإلا سيواجهون عقوبة وذلك بحسب ما نقلته في وقتها صحيفة الاندبندنت البريطانية عن مصادر إيغورية في المنفى جاء ذلك ضمن قيود جديدة في إقليم تشينجانج في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحة وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الصيني الرسمي وتم حظر ارتداء الحجاب على نساء الإيغور في الأماكن العامة في الصين بما في ذلك المواصلات العامة واحتفالات الزواج في عام 2014 وفرضت غرامة مقدارها 353 دولار على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ومنع تسمية الأولاد ببعض الأسماء الإسلامية وغيرها وكذلك لا يسمح لهم باستيراد الكتب الإسلامية من الخارج ويمنع الإيغور من السفر إلى الخارج من أجل الدراسات الدينية هذه الأشكال من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية تثير مرارا وتكرارا احتجاجات عنيفة تتحول إلى عنف نظرا إلى الإجراءات الصارمة التي تتخذها الشرطة الصينية على دوء الوضع الحالي سوف تواصل بكين تجديد الإجراءات الأمنية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي واستئصال ما تصفه بالعنف وهذا ينطوي حتما على تصعيد سياستها الصارمة في شينجينغ وخاصة تجاه الإيغور من قبيل تقييد حرية المسلمين الدينية وتشديد سيطرات الدولة على الشبكات الدينية لمنع أنشطة المعارضة الإيغورية وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017 كجزء مما يسمى حزب رئيس شيجينبينغ ضد الإرهاب ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في الإقليم عملية تطهير عرقي حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية ألهان الصينية بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل وكانت الصحف العالمية تناولت معلومات من 400 وثيقة صينية مسربة تحكي أسليب المعاملة التي يتعرض لها مسلموء الإيغور باضطهادهم واعتقالهم بالرغم من عدم ارتكابهم أي جريمة وفي ظل الوضع الحالي قالت صحيفة واشنطن بوست إن شعب الإيغور المسلمين وكذلك الأقليات العرقية الأخرى في الصين يواجهون استجابة بكين القاسية لوباء كورونا التي تضاعف ألام هذه الأقليات بسبب إخضاع الملايين منهم أصلاً لقيود شديدة وقال المدير التنفيذي لمشروع في قليم شينجينغ عمر كانات في مؤتمر صحفي إن التقارير التي تحكي عن اليأس والمعاناة بين الإيغور حقيقية وأن الإيغور في الشتات وبمجرد أن سمعوا عن تفشي كورونا بدأوا على الفور في التحذير من أنهم يواجهون الآن تهديداً جديداً بالكامل يمكن أن يقتل بسهولة غالبية الإيغور وأضاف أن السلطات الصينية أجبرت أواخر يناير كانون الثاني الماضي الملايين من سكان شينجينغ على البقاء في الحجر الصحي في منازلهم دون سابق إنذار دون التحوط بتوفير الغذاء وفي أحد مقاطع الفيديو المتداولة على نطاق واسع بين الإيغور ظهر ذلك ومؤخراً أفاد تقرير بحث جديد أن الصين تجبر النساء على إجراء عمليات تعقيم لأنفسهن أو تزويدهن بوسائل لمنع الحمل في منطقة شينجينغ في مسعى واضح للحد من تعداد السكان الإيغور المسلمين وأثار التقرير الذي أعده الباحث الصيني أدريان زينر دعوات دولية لإجراء تحقيق بمعرفة الأمم المتحدة من جانبها نفت الصين مزاعم هذا التقرير ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة ويزعم التقرير أن النساء الإيغور والأقليات العرقية الأخرى مهددات بالاعتقال في معسكرات لرفضهن إجهاد حالات الحمل التي تتجاوز الحد المسموح به للإنجاب كما أضاف التقرير أن النساء اللواتي أنجبنا طفلين على الأقل وهو العدد المسموح به قانوناً أجبرنا على وضع مانع للحمل في الرحيم بينما أجبرت أخريات على الخضوع لجراحات التعقيم وقالت معتقلات سابقات في معسكرات الاعتقال في جينجينغ أنهن أجبرنا على أخذ حقاً تؤدي إلى انقطاع الحيد أو تسبب في حدوث نزيف غير عادي يتصق مع أثار أدويات منع الحمل الحكومة الصينية لم تكتفي بالجرائم السابقة بحق الإيغوريات بل عمدت كذلك إلى إجبار الفتيات على الزواج من صينيين ويعتقد احتجاز السلطات نحو مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في الصين داخل كيانات تطلق عليها الدولة معسكرات إعادة التأهيل حججوا الصين ضد الإيغور لم ولن تنطلي على أحد والتهم المبيتة حول الإرهاب لا يمكن أن تنطبق على أقلية لا حول لها ولا قوة واللبيب يعرف أن ذلك الإرهاب ينبع من مصدر واحد وهو الحزب الشيوعي الصيني ترجمة نانسي قنقر